الحريات وحقوق الإنسان في الدولة الإسلامية وفقا للصحيفة الصحيفة تدل بوضوح وجلاء على عقارية الرسول صلى الله عليه وسلم في صياغة موادها وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعض فقد كانت موادها مترابطة وشاملة وتصلح لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاك وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة المطلقة والمساواة التامة بين البشر وأن يتمتع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم بالحريات والحقوق يقول الدكتور سليم العوى ولا تزال المبادئ التي تضمنها الدستور في جملتها معمولا بها والأغلب أنها ستظل كذلك في مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول صحيفة أو وثيقة سياسية دونها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة كحرية العقيدة والعبادة وحق الأمن من ذلك المادة التي تقول للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وهي مأخونا قوله تعالى لا إكراها في الدين وقد أنذرت الصحيفة بإنزال الوعيد وأهلاك من يخالف هذا المبدأ أو يقسر هذه القاعدة وقد نصت الوثيقة على تحقيق العدالة بين الناس وعلى تحقيق مبدأ المساواة إن الدولة الإسلامية واجب عليها أن تقيم العدل بين الناس وتفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه إلى أن يصل إلى حقه وأقرت الوثيقة مبدأ المساواة بين المواطنين في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذمة الله واحدة وأن المسلمين يجير عليهم أدناهم وأن بعضهم موالي بعض دون الناس ومعنى الفقر أنهم يتناصرون في السراء والضراء في المادة 15 في المادة 19 المؤمنون يبيء بعضهم على بعض بما نال من دمائهم في سبيل الله قال السهيلي بمعنى يبيء بمعنى المساواة من المواد أيضا التي تتضمنها الصحيفة تنص على أنه يتعاون المؤمنون في معاونة الذين تعرضوا لوضع مالي شديد من افتقار أو كثرة عيال ولعل ذلك يشبه صندوق التكافل لجميع الأهالي وخاصة في موضوع الفدية والدية الصحيفة نص على منع حدوث تجاوزات في روابط الولاء للحفاظ على الثقة والتعاون بين الجميع الصحيفة نص على أن الجميع متعاونون في مقاومة أي معتدي أو آثم أو ظالم أو مفسد ولو كان ولد أحدهم وفي ذلك سيادة للدستور والقانون وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة والأمن والسلامة للجميع الصحيفة أعطت امتيازا للمؤمنين على الكافرين يلزم عدم قتل مؤمن في كافر ويلزم عدم نصرة كافر على مؤمن الصحيفة تقول أن جميع المتعاهدين سواء مكانة صغيرهم مثل مكانة كبيرهم في الحقوق والواجبات وكلهم يد واحدة وذو اعتبار واحد الصحيفة نص على تساوي المؤمنين واليهود في النصر ونصر بعضهم لبعض الصحيفة نص على أنه لا يجوز للمشركين المعاهدين في هذا العهد أن يجيروا أو يتحالفوا مع قريش وإذا وقع عدوان قتل على أحد فإن على الجميع إظهاره وجميعهم متعاونون في ذلك وجزاء القاتل قتل إلا إذا قبل وليه الدية الصحيفة نص على أنه لا يحل أحد ممن عاهد أن يحدث حدثا أو يؤوي محدثا أو يتجاوز القانون أو يتستر على المجرمين الصحيفة نص على أن من أخلى بعهده من اليهود فإنه ظالم لنفسه وأهله وليس له على أهل هذا العهد ذمى ولا مثاق فمن نقضى هذا العهد فهو معاقب كائنا من كان يتحمل كل فريق ومشارك في هذا العهد نصيبه في الحرب والسلم والنفقة وعليهم التعاون والمشاركة وبينهم النصح والبر فإذا جاء العدو الخارجي الكل يتحالفون ويتساندون في النفقة وفي السلاح لصد العدوان الخارجي عدم الالتزام بعدم إجارة قريش أو حلفائها أو من يعادي المدينة أو من يحاول الانقضاض على الدولة هذا العهد لا يلغي الالتزامات السابقة له على المتعاهدين ولا يعفي ظالما أو آثما من جزائه ومعاقبته وهذا العهد ليس للحرب فقط بل هو للحرب والسلم معا ترجمة نانسي قنقر